طيب شروط وآداب الاعتكاف في المسجد دكتور محمد؟ أولاً أول حاجة أدخل بنية الاعتكاف تاني حاجة أنشغل بالصلاة والعبادة ما أنشغلش بتطيع الوقت وكذا ثالثاً لا أخرج من المسجد إلا بقصد حاجة الإنسان ربما مثلاً محتاج أغتسل محتاج أتوضأ فهخرج من المسجد لهذا الغرض الحاجة الثالثة إن أنا أكون على طهارة دائماً فلو حصل لي أي عارض يخلي بالطهارة زي ربما الاحتلام أو ما شابه بالنسبة للرجال يبقى طبعاً يروح يغتسل خارج المسجد لأنه لا يجوز أن يبقى في المسجد على هذه الصورة الشرط الأخير أن يكون هناك انقطاع للعلاقة بين الزوجين ما فيش علاقة زوجية في أثناء فترة الاعتكاف يعني في حد الشي روح يلتقي بزوجته ويرجع كده يبقى قطع لانعكاف وطبعاً المفروض أنه يقيم في المسجد طول فترة اعتكافه بعض الناس تسأل ينفع أن أنا أخرج من المسجد أروح الشغل وارجع يبقى كده أنت بتقطع اعتكافك وتبدأه من جديد لما ترجع يعني الخروج من المسجد في حد ذاته قاطع للاعتكاف لكن ما فيش منع من هذا لأن الاعتكاف أقله يعني عشر دقائق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من اعتكف قدر فواق ناقة فكأنما اعتقى رقبتاً من ولدي إسماعيل جمهور الفقهاء على أنه ليس هناك حد لأقل الاعتكاف يعني أنا دخل أصلي المغرب في المسجد فنويت وأنا داخل أنا هاعتكف لفترة الربع ساعة اللي أصلي فيها صلاة المغرب هاخد سواب الاعتكاف واخد سواب الصلاة ولذلك نحن ننصح الناس جميعاً في هذه الأيام وفي غيرها أن يجددوا نية الاعتكاف كلما دخلوا إلى المسجد الوقت المساجد بتصلي التروح في ساعتين مثلاً فهو ممكن ينوي الاعتكاف وهو داخل المسجد فيبقى الساعتين دولت كتابوله فيهم سواب الصلاة وسواب الاعتكاف ينفع يانا دوتون ينفع نعم الجمهور على أنه لا أقل للاعتكاف بقى سادة الملكية بيقولوا لا لازم يبقى نص يوم يعني أعتكف نهار كامل أو ليل كامل لكن نمشي على كلام الجمهور اللي هو لا حد لأقل الاعتكاف طالما دخلت المسجد ونيتي أن أنا معتكف فسأخذ سواب الاعتكاف ما دمت في المسجد ما لم أخرج منه